وفي إطار جهود وزارة الداخلية وصلت الوزارة حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 374 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 61 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 25 طن سلع غذائية وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن إسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يقرب من 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 462 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات أكثر من 297.5 طن أقمح محلية